أبو عبدالله الأخضر أمام مواجهة قوية منتخب تايلند البعض استهين بالمنتخب تايلند لكنه منتخب متطور حديثاً صحيح شوف المجد دائماً يعتمد على ما يكتمل إلا بالوصول إلى كلاس العالم يعني إذا جدت وقت تسأل لعب كيف مستوىك كيف وصلت كيف كرتك تقول له هل وصلت إلى كلاس العالم؟ أنا شوف منتخبنا الآن يعني أمام منعطف أولاً قوي جداً بالذات من براءة تايلند منعطف حاسم نحو إن شاء الله الوصول إن شاء الله لـ 2018 إن شاء الله موسكو ثم أنه منتخب تايلند على فكرة منتخب قوي جداً في ملعبه وسريع وبيلعب طريقة متميزة جداً بالذات في ملعبه وشوفنا كيف الأستراليين يعني كيف عملنا على أستراليين وفريق أستراليا فريق قوي وفريق لها خاصية بالذات في اللعب في منتخبات الأخرى لكن أنا أعتقد منتخبنا الآن في ظل الإنضباطية في ظل التحكم في اللعب في ظل الاستقرار الفني واللاعبين أعتقد إن شاء الله سيقدم مباراة طريقة إن شاء الله في الكرة السعودية ونقدم إن شاء الله مستوى نفرح إن شاء الله فيه ويفرح فيه إن شاء الله الوطن والمواطن إن شاء الله أستاذ جمال الأخضر السعودي أمام تايلند ثلاث نقاط مضمونة في الجيب ولا مواجهة صعبة في الجيب على كيفك لا لا خلنا نكون متفائلي احترم أول متفائلي طيب لا اسمح لي التفائل ادعي لذا صليت اليوم العصر ارفع يدك ودع رب العالمين نعم وإن شاء الله ربي وفقك لكن السؤال المهم جدا احترم الخصم منتخب تايلند وقف الأستراليا منتخب تايلند في أرضه صعب الأمطار اللي هم متعودين عليها نحن ممتعودين ولازم تعرف عدم وجود أو إن شاء الله يكون عندنا جهاز طبي قوي ومتحكم ما يكون عندنا إصابات كثيرة وعيالنا ترا كبار في السن والإصابة واجد والكثير منهم احتياط فالإحتياط دائما عدم تعوده على التمارين الشديدة حيدفع ثمن لكن إن شاء الله متفائلين والله يوفقهم عندي نقطة واحدة لو تسمح لي أنا موضوع بيان النصر نعم أنا أتمنى من التفاول 2018 من لجنة الاحتراف أني أنا ما أعطيك لاعب جديد للنصر والله خيره قبل ما تجيب لي كشف حساب بتسليمك المبالغ كاملة لللاعب الأجنبي عشان أعطيك بديلة نعم بدون ما تجيب لي كشف لمحمد حسين هل محمد حسين ما زال له مبالغ ولا شددت أعطيك لاعب ثاني اللاعب حتى القدسية للإلال للنصر والشباب للألي لازم تخلي طرف اللاعب أو تسوي سند لأمر سند لأمر بقيمة المبلغ عشان ما نقول والله نروح للفيفا ونقولهم علمونا عيب عيب أنك تروح للفيفا وتقول والله علمونا شا القضايا اللي علينا نعم واللي فينا مكفين أبو عبد المجيد والله القادم أكثر الله يعينك الله يعين الله يعين طيب